بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم لقد هدد فرعون موسى عليه السلام بالسجن إن اتبع إلها غيره كما كان يظن أن نفسه ربا أو إلها وكما قص علينا القرآن الكريم فيما جرى في هذا الحوار بن موسى وبين فرعون الذي قال فيه قال لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ هكذا قال فرعون لموسى عليه السلام لما أنذكره موسى بأن خالق الإنسان والأكوان هو الله سبحانه وتعالى ولما إنه هدد فرعون موسى بالسجن سألوا موسى وقال له هل تسجنني إذا جئتك بدليل واضح تعرف به صدق ما جئتك به؟ كما جاء أو كما ورد في القرآن الكريم على لسانه عليه السلام قال أولو جئتك بشيء مبين؟ فرد فرعون على موسى وهو يشكك في أمر البينة اللي سيأتي بها موسى وقال له فرعون كما قص علينا القرآن الكريم قال فأتي به إن كنت من الصادقين شوف الحجة ولا البرهان اللي انت عايز تأتي به يلا قدم أرني هذه الحجة وذلك البرهان طبعا فرعون بيقولها الموسى وهو بيشكك في قدرة موسى على أن يأتي بدليل على صدقه فقام موسى بفعل فاجئ بي فرعون وفاجئ بي جميع حاشيته فألقى عصاه فائدة هي ثعبان مبين وفي لحظة خاطفة سريعة تحولت العصى اليابسة التي كان يمسكها موسى بيده حينما ألقاها موسى هذه العصى الجماد تحولت بقدرة الله تعالى العلي العظيم إلى حية عظيمة تسعى فرآها الجميع في غاية الجلاء والوضوح قدامهم عصايا جماد تحولت إلى كائن حي وكانت حية ضخمة عظيمة الحجم ذات فمن كبير أفزعت فرعون فصرخ فرعون منها خوفا وفزعا وطلب من سيدنا موسى إنه يخدها عنه فأخذها موسى بيده فعادت عصى مرة أخرى بتيسير الله تعالى له سبحانه وتعالى العلي القدير الذي يصر ذلك لنبيه موسى عليه السلام وقبل ما يهدى فرعون من هول ما رأى أدخل يده أدخل موسى يده في فتحة ثوبه ونزع يده فأخرجها من تحت ثوبه فإذا هي بيضاء للناظرين تلألأت يد موسى كالشمس الصاطع المشرقة وشعاعها كده يخطف الأبصار فذهل فرعون والملأ من قومه الحضور بما رأوا جميعا من آيات واضحات بينات أفحمت حجة موسى فرعون فقد سمع من موسى حقا وارتعب مما رأى من فعل موسى عليه السلام وانتهى هذا المشهد بمغادرة موسى ومغادرة هارون عليهما السلام قصر فرعون بعد أن أمرهما فرعون بالانصراف واختلى فرعون بعد كده بحاشيته وأتباعه وفي الأتباع بتوع كمن منهم هامان وزير فرعون اختلى بيهم عشان يدرس هيعمل إيه في الأزمة والموقف الكبير اللي هو فيه هو بيدعي أنه ربهم الأعلى وبعدين جاءت آيات واضحات حجة قولية وحجة فعلية رأاها فرعون ورأاها الملأ من حاشية فرعون فأضحى فرعون في أزمة كبيرة وكان الخوف والحقد والغيظ والعاجز كمان زعزع عرش فرعون وأهانه فقال فرعون لأتباعه كما قال الله تعالى وأخبرنا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه ده الاقتراح اللي هو ألهله لم يوافق على هذا الاقتراح القوم أو الملأ في الحال لأنه شافوا أنه ده قرار مفاجئ مخالف للقوانين اللي هي عليها القوانين المصرية القديمة لابد يكون فيه قصاص لابد يكون فيه جريمة قام بيها فهم شافوا أنه ده قرار سريع ما وفقوش في بداية الأمر على هذا القرار المفاجئ لم يوافقه فرعون فبدأ وانت تقدر تحس ده من سياق العرض القرآني أنه بدأ فرعون يوضح لهم أو يبين لهم سبب لجوئه للقتل فقال لهم كما قص علينا القرآن الكريم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد عشان يدفع بيهم يأوه على أنه ياخد القرار ده وده معنى أن فرعون تهز وتهز هزة شديدة من حجة موسى القولية والفعلية والآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ساقها على يد نبيه موسى وهارون عليهم السلام وتشاور القوم في هذا الاقتراح وبعد كده لما لقوا عزم فرعون على هذا القرار وهمش عايز يحيد عنه أيدوا فرعون ولكن فوجئوا بحزقيل خازن فرعون بيعترض على ما أجمعوا عليه من هذا القرار بقتل موسى وأنكر حزقيل عليهم هذا القرار لو نتذكر من هو حزقيل رجل مؤمن من آل فرعون كما وصفه القرآن الكريم يكتم إيمانه ده وصف القرآن الكريم له وهو نفسه ذلك الرجل لو نتذكر في حلقات سابقة أنه هذا الرجل هو نفس ذلك الرجل الذي نصح موسى بالفرار من عشر سنوات لما أن جاء موسى من أقصى المدينة يسعى عشان يحذروا من أن فرعون قرر قتله قصاصاً وانتقاماً لموت الخباز فان على يد موسى وطبعاً سيدنا موسى وقع في هذا القتل قتل خطأ ولم يكن عن عمد يعني من غير قصد من سيدنا موسى ولا تعمد سيدنا موسى أن يصنع ذلك ولم يكن فرعون يعرف قال لهم لو في شهود على أنه هو القاتل أرسل بي الزباحين ليقتلوا موسى لما عرف العبد الصالح أو هذا الرجل الذي يكتم إيمانه سعى من أقصى المدينة يسعى إلى سيدنا موسى ليحذره وينصحه بأن يخرج من هذا المكان حتى يكون في معنى لما سمع حزقي القرار قتل موسى من فرعون والملأ وخلاص الملأ حاشية فرعون كادت أن توفق فرعون على هذا الرأي برغم أنهم في الأول كانوا معرضين هذا الرأي فقال الرجل المؤمن لفرعون وملأه مستنكرا قراره كما قص علينا القرآن الكريم ذلك وعلى لسانه بيّن لنا القرآن قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذب يعني قال لهم وكمل كمان وقال لهم يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا إلى نهاية الكلام والتفاصيل اللي قالها حزقيل وهي جاية بتفصيل في سورة غافر نصح كتير جدا وكان لديه من العلم إنه يكلمهم بي وقعد يذكرهم بما حدث لقوم نوح وقوم عاد وقوم سمود والأحزاب وإنه يوم الأحزاب وإنهم تتخلب لكم من يوم التناد وبدأ يقول كلام كتير حزقيل يحذر به فرعون وملأ فرعون اكتفينا مما ذكر بهذا القدر من سورة غافر عشان نشوف مدى نفهم وكذب موسى اللي جت في سورة الحج حزقيل الرجل المؤمن شاف إنه موسى لم يرتكب جرما يستحق عليه القصاص بالقتل بل هو دعاهم إلى الإيمان بالله الواحد الأحد وقدم البرهان على ذلك إيه البرهان؟ آية العصى اللي تحولت إلى ثعبان وآية اليد التي أخرجها من فتحة ثوبه فأصبحت بيضاء شديدة الإشراق واللمعان ونصح حزقيل هذا العبد الصالح نصح فرعون وملأه بإنه لو موسى ده كان كاذب فما يدعي يعني لو هو بيجذب في الأشياء التي يخبرنا بها فإن الضرر ده بتاع الكاذب بتاعه وحيعود عليه الوحد وإن يكن موسى صادقا فيما يدعي من إنه نبي ومرسل وإن معه المعجزات وإن معه المعجزات التي تصبت ذلك كما رأينا فإن قتلتموه فإنه سيلحقكم وينزل بكم بعض العذابات التي يعدكم بها ويحذركم منها وبعدين أردف الكلام بحكمة نورانية فقالهم فالله لا يوفق للهداية من هو باغ طاغ متجاوز حدوده في قراراته وأفعاله وأقواله ولا يوفق للهداء من هو كثير الكذب دائم الكذب ثم نادى الرجل حسقيل العبد المؤمن الذي يكتم إيمانه من آل فرعون نادى قومه ونسبهم إليه عارف لما تقول تكلم ابنك أو بنتك فتقول له يا ابني اسمعني يا بنتي اسمعيني فتنادي والنداء فيه تودد وبعدين تنسبهم يا ابني يا بنتي فبتقربهم إليك فهو قال لهم نسبهم إليه ترقيقا لقلوبهم وقال لهم يا قومي يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض يعني أنتم اليوم أصحاب السلطة والسلطان والقوة بيقديكم إدارة الأمور وتقدروا كمان أن تؤوموا بإصدار القرارات ولكن إن لم تكن هذه القرارات مدروسة أو محسوبة فستكون عاقبتها وخيمة على الجميع لأنه إذا جاء عذاب الله ونزل عقابه بنا فمن يرفعه عننا أو يدفعه عن ساحتنا هو بينصح فرعون والملأ لأنه شاف أن فيه عد رفا وشاف أن فيه حق واضح هم لا يريدون أن يستمعوا إلى الحق الذي حدثهم به موسى عليه السلام لم يستمعوا إليه الاستماع الواعي وفي نفس الوقت أنكرت أعينهم الآيات آيات موسى معجزات موسى الواضحات البينات التي أيده الله تعالى بها دلالة على صدق نبوته عليه السلام هل لما سمع فرعون الكلام اللي قاله حسقيل يعني انتبه لقد استمع فرعون إلى حسقيل لكنه لم يعجبه هذا الكرام وأراد شيئا آخر